كل يوم بقول لقطة اليوم بس النهاردة هي لقطة كل يوم لقطة البطولة حتى الآن لقطة كأس العالم 2022 أشرف حكيمي مع والدته الصورة عظيمة الصورة عبقرية الصورة فيها كل الإنسانيات اللي في الدنيا الصورة فيها كل البساطة والجمال واحد من أعظم البكات بكات الرايت في العالم أشرف حكيمي لعب باريس سنجرمان لعب بروزيدوردومت لعب ليل مدريد لعب انتر لعب أهم أندية العالم بكل بساطة أول حد عني جات عليها هي والدته ستة البسيطة محترمة اللي خلفت راجل ولاعب مسؤول كبير شاب رائع جدا كان منتخب بلاده لفوز مهم جدا النهاردة قدام المنتخب البلجيكي حاجة عظيمة ورائعة يا جمال الصورة يا حلاوة الصورة المثل الشهير المثل الشهير اللي مالوش خير في أهله مالوش خير في حد وأشرف حكيمي ده لاعب ظروفه والحركة بتاعته في كل الأندية اللي لعب فيها كانت ظروف غريبة شويتين تلاتة من بروسيا دورتمون لريال مدريد وريال مدريد يسيبه يروح الانتر وكأنه لاعب أقل من المتوسط عشان كربخال يلعب كربخال طبع اللاعب كبير يروح الانتر يتقلق ومنه الباريس سان جرمان ويبكى واحد من أهم اللاعبين والأعمدة الأساسية في المنتخب المغربي وفريقه باريس سان جرمان لعمره بقى اعتزع عن المنتخب المغربي لعمره عمل أزمة لعمره عمل مشكلة دايما بتواضع عظيم جدا يتقلق في كل الملعب الصورة عبقرية بشكل الصورة حلوة بشكل الصورة جميلة بشكل أنا فاهم أن الناس ممكن ما بتفرج عليها تقول لي ما عادي كل واحد يعني يقدر ياخد صورة ديدي والدته بس الصورة حلوة الصورة حلوة وسط الفرحة وسط الجمهير وسط الضغط النفسي هو بيدور على والدته عشان يروح يقبل رأسها حاجة عظيمة ورائعة صورة حلوة وصورة حلوة والدنيا لطيفة بساطة العرب وجمالهم مغربة جمال بصراحة حقيقة لوحد فرحان النهاردة بفوز المنتخب المغربي وكأنه فوز المنتخب المصري يا رب دايما فرحة لكل العرب في المنديال وعجبني صدقوني والله مش ببالغ ولا بقول كلام عشان قدام كاميرات أو قدام شاشة بس في المجتمعات في أي حتة في العالم مش هتلاقوا مثلا مثلا يعني أعديكم على سبيل المثال هل مثلا شفتوا قبل كده الجماهير الألمانية بتفرح بفوز المنتخب الأسباني في كأس العالم هل مثلا شفتوا مثلا المنتخب منتخب الكوادور جماهيره بتفرح لفوز المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم هل يعني شفتوا كل القرات هل مثلا الجماهير اليابانية بتفرح بفوز المنتخب الصيني ولا الكوري في كأس العالم انتو مش هتلاقوا الترابط والتلاحم ده غير في وطننا العربي بصراحة ما هو بما اننا كل شوية ساعة نمسك في حاجات عندنا عيوب ومشاكل وحاجات كده لا تمتين نمسك في الحلو الحلو بتبينه الرياضة بتبينه كرة القدم العالم العربي كله النهاردة سيبك من الكلام اللي انا بقوله يا سيدي خش شوف السوشيال ميديا خش شوف تويتر شوف كل الحسابات على السوشيال ميديا بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي هتلاقوا الناس كلها من كل الجنسيات العربية تفرح للمنتخب المغربي زي ما فرحت امس للمنتخب السعودي زي ما قبل اول امس واسة المنتخب القطري زي ما هي لسه عندها امل في المنتخب التونسي ان شاء الله يا رب الامور تمشي بشكل رائع جدا